زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? دي مراجعة على الدرس التاني والتالت من الوحدة الاولى منهج تالت سنوي. مراجعة على اهم النقاط في اللغوية فقط. خلاص? الجرامير احنا كنا لمنا كله ورا بعضه. اه اه في الحصص اللي فاتت كلها. فالدرس التاني كان بيقول لي التعبير عن الملكية. تمام? هنبدأ الكلمات كده وفيه كلمات مهمة عايزك تركز عليها اوي وتاخد بالك منها. عندنا مسلا الكلمة الاولنية اللي اسمها انكوخ اللي هي حصة او محاضرة. الكلمة دي فيه حوالي مثلا اربع او خمس كلمات كمان نفس الشكل كده. لكن المعاني مختلفة ومع زيادة اه او نقصان حرف او الاداة بتاعتها هنا ان هي تكون بدل مذكر زي الكلمة دي تبقى مؤنس. فهنمسكوا واحدة واحدة واحنا ماشيين. اول كلمة عندنا اه مؤنسة هي شكلها بالزبط. اسمها اين كوخ اللي هي فناء. فينا حوش ملعب مدرسة. فدي واحدة منهم. مش عارف اين دبنا اللي جات طرع على وش الواحد دلوقتي. بعد كده عندنا الكلمة التانية اللي هي ملعب تنس. ودي كلمة مفرط مذكر فتبقى بدل اين اللي هي فوق دي تبقى اا. فتبقى اا. كوخ واخرها حرف تي. دي معناها ايه? دي معناها ملعب تنس. طيب في كمان شكلهم. آآ كلمة اسمها السباق عندك برضو في المنهج اسمها اين كوخس. لكن مفرد مؤنس خلي بالك من الاداة. وفي كمان واحدة اللي هي اا اا مشتريات شوبنج يعني نكتبها هنا فوق عشان ما فيش مكان. هي دي كوخس. خلاص. دي معظم الكلمات المتشابه عندك اللي بتشبه تقريبا الكلمة دي. لكن كل واحدة فيهم ليها استخدام معين. تمام? طيب عندك بعد كده آآ كلمة بداية تدريب وركزنا على الكلمة دي قوي بعد كده عندنا آآ انا ببغاي فوتو ليه قال التصوير? رأي. وتاخد بالك من كلمة رأي دي عشان كلمة رأي ليها معنايين? تجيب معنى والنحية التانية اصادة هي اصادة هي تجيب معنى دي مفرد مؤنس لكن دي مفرد مذكر. كده عندنا اللي هي منظر جميل هدف استطلاع رأي. اللي هي كلمة وتاخد بالك منها عشان فيه واحدة كمان تدي معنى استطلاع رأي. اللي هي كلمة صنداج مفرد مذكر لكن كلمة آآ مفرد مؤنس. خلاص يعني ايه او صنداج يعني واحد بيقول رأي بيسأل سؤال كده فوق في الاول في بداية الجملة وبعد كده في ناس هنا كل واحد بيقول رأيه ايه في الموضوع اللي هو طرحه ده. طيب بعد كده عندنا اللي هو مشجع. بعد كده عندنا واخد بالي من من دي علشان ده مدرب للعبة فردية. يعني مدرب كاراتية او بوكس او مصارعة او الكلام ده كله. آآ بعد كده عندنا اللي هي حماقة اغنية يعني رأي صحة يعني اللي هي كتلة من اللحم. آآ اكل حيوانات يعني اللي هو زخرافة او تزيين. فكرة وناخد بالنا من كلمة دي دي. مفرد مؤنس. لكن لو جاب لي قبلها ان نستخدم معها صفات ملكية عشان السؤال ده منتشر لازم احط لها لانها بتبدأ بي حرف متحرك. خلاص? طيب انزل على اللي هي الافعال. آآ عندنا اول حاجة اللي هي آآ ينسى يحرز او يسجل او يطيع واخد بالي من الفعل دهو عشان مهم قوي عشان لو هجيب بعده ضمير مفعول مباشر او غير مباشر اجيب بعدي ضمير مفعول غير مباشر. مع عاقل طبعا يطيع ولي ده. يتعلم ابغاندر. يغني يترك يصرخ او يصيح. يجيب على او الى لو جيب بعدها عاقل. تاخد لو جيب بعدها مسلا يجيب على سؤال تاخد ضمير اللي اسمه آآ 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 يرسل يبعت بختي يوسلف او يعير يحكي يترك او يهجر آآ آآ خلاص ده ده جزء الاول انزل في نفس الصفحة تحت. عندنا بعد كده بيقول لي ادجيكتيف وادفيرب وبخيبوزيسيون اي اكسيبرسيون. آآ آآ صفات وظروف آآ وحروف جر وتعبيرات. بخشن قريب او قادم كلمة من الكلمات الدلة على المستقبل القريب في رئيسي في الموعد بدون حرف جر دائما ما يأتي بعد يهي المصدر او ممكن يأتي بعد يهي اسم. دو ما يعني غضب من الكلمات الدلة على المستقبل برضو. بعض متاخر لكن في الموعد اللي سائلينها. شيء ما شخص ما 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 تنساش بقى جمع كده وانت ماشي دايما بتجمع الحاجات اللي احنا اخدناها. شيء ما يبقى لو هنفي انفي بنو ريان. طيب وعندنا كالكان لما جن فيها بتنفى بنو برسون. جمع دايما وانت ماشي كده الحاجات في النهاية آآ آآ انفى. خلاص? دي كانت الكلمات المهمة في الدرس التاني. عندنا هنا الجرامير الخاص بالدرس التاني اللي هو التعبير عن الملكية. لازم تكون عارفة التعبير عن الملكية باستخدام في صفات الملكية. وكذلك باستخدام التعبير اللي اسمه يكون الى. وكذلك باستخدام حرف الجر دو. التلت حاجات دو لازم تكون عارفهم. لو مش عارف كل القاعدة الخاصة بيهم راجع الجزء الخاص بمراجعة لها صفحة ستاشر في نفس الكتاب اللي في ايدك. الجزء التاني هنا كان في الدرس الجرامير كان لياه بخانون برسونال سي او دي او سي او اي. ضمائر المفعول به المباشر والغير مباشر. اللي هم كانوا له لا الا ابوستروف لاي. وكانوا لو مش عارفهم روح برضو راجعهم في صفحة ستة اربعين. او لو مش عايز تراجعهم بالكتاب. هتلاقي شرح لهم موجود. انا هحطه قبل كده. وهي هسيب لك اللينك بتاع الشرح بتاع الجزئيتين في او في الوصف بتاع الفيديو تحت. خلاص? ايه اللي بالصفحة? هاتلي المواقف المتوقعة في صفحة مية ستة وتلاتين. مية ستة وتلاتين بس انت مطلوب منك هنا تتغزي موخك او تشوف اه اشكال لمواقف عشان لما اجيلك تعرف تحل. او دوني انتم تعطون دي كونسي نصايح او زميه الى زملائكم بو قانيه الو ماتش. لكي اه اه يفوزوا بالمباراة كاسكي فو ديت هتقول لهم ايه? تقول لهم مريروا الكرة بسرعة. اتابعوا اه خطة اللعبة. لا ترتكبوا اخطاء. احترموا قرارات الحكم. رقم اتنين. انتم تطلبونا من صدقكم. رأيه. 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 سير ان ماتش على مباراة دو فوت. لكرة القدم. كاسكي فو ديت. ماذا انتم تقولون? عايز تسأل واحد صاحبك ايه رأيك في ماتش مثلا امبارح. فتقول له كيف انت تجد هذه المباراة? كو تعتقد انت في هذه المباراة? او عن هذه المباراة? ما هو رأيك? سير سو ماتش. نفس الكلام سير سو ماتش. سو ماتش هذه المباراة. ماذا انت تعتقد فيها? انزع رقم ثلاثة. انتم تطلبون. فريق او 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 او. المفضل. ماذا انتم تقولون? عايز تقول له واحد انت بتشجع اي فريق? تقول له ايه? اي فريق انت تشجع? او انت تشجع اي فريق? ما هو فريقك المفضل? اخد بالي اوي وانا شغال كده ان كلمة دي مفرد مؤنس ولزلك بستخدم معاها كل اللي هي خلاص? نفس الصفحة اللي قلنا رقم اربعة. خلاص طلاتة دي قلناها. اه اه رقم اربعة. انتم تعطونا نصيحة الى صديقكم قبل الامتحان. اه زي في الاوقات اللي احنا فيها لازم تاخد نصيح طبعا. راجع جيدا دروسك. جاوب اه امتحانات المودل بتاعت الامتحانات يعني يعني زاكر جيد. خمسة. انتم تطلبونا من صديقكم الى من الى الى من يكون هذا المضرب. دي هو يقول ايه? يقول لك هذا مضربي او لا. المضرب يكون ليا انا. خلي بالك. اخد بالي هو بيعمل ايه? هنا اه بينسب ملكيه عن طريق هنا بينسب ملكيه عن طريق التعبير الليش مؤطر اه. هنا بينسب ملكيه عن طريق حرف الجردو. ولسه ايلك عليهم من شوية. طيب ستة. اه انتم تتحدثون دي كاركتيريستيك اللي هي عن شخصيات دو فوتبول. كاسك ماذا انتم تقولون? بتكلموا عن عن الوصف بتاع. لقبت كرة القدم. فتبقى الستان سبور كولكتيف. رياضة جماعية. اربط الدنيا ببعضها. كلمة جماعي عكسيها. عكسيها اندويدويل. اه. السبقتك هي تلعب. تلعب. دي مش معناه هي تلعب. هي تلعب. افيك ام بلون بواسطة القرى. السوجو افيك اه دو اكيب. بتلعب عن طريق فريقين. السوجو سير ان تران. اه تلعب على ملعب عشبي. تران. سبعة. انتم انتم تستعلمون. عن الاشياء. عن الاشياء. عن الاشياء الموجودة في شنطة الرياضة. ماذا انتم تقولون? عايز اقول اه الشنطة بتاعتك فيها معدات ايه? اي الاشياء الموجودة في الشنطة. او ماذا يوجد في الشنطة? او ماذا تملك في شنطتك? ده كان الدرس الاول مشان ضيع وقت. اه والامتحان طبعا اللي عندك ده انا حليته قبل كده لو فاكرين كنا عملنا مراجعة اه على الوحدة الاولة والتانية لما كنا خلصنوها هم في نص السنة. وحلت الامتحانات دي فانا مش هحلها تاني. اه هتجيب لي بعد كده صفحة اه مية واحد واربعين. الدرس التالت والاخير. الدرس التالت والاخير بيقول لي اه اقتراح او اقترح اكسيبتي او ريفيوزي ديز اكتيفتي اقتراح وقبول او رفض الانشطة. عندنا بنبدأ بالكلمات كالعادة. اللي هي مظلة او شمسية. سلوغان لواشعار. نوع يعني انجينغ. قرية. اخد بالي من كلمة قرية اهتبان بالعرب ان هي مذكر لكن اه بمؤنس. لكنها مذكر عندنا. كونكور ليا مسابقة. اين بروبوزيسيون اقتراح. اين كوخس. لسا اقول لك الكلمة دي بيسبهها كلمات كتير لكن دي مسابقة. كومبتيسيون مسابقة برضو. اه اه دي سبا دي مسابقة. سونساسيون مشاعر. اين فوا من الكلمات المهمة. يقول لك انا انا بلعب مثلا بتمرن تلات مرات اسبوعيا. اين انفيتاسيون دعوة. اين غوندوني نوزها. وبتيجي برضو. لو جات قدامها اه 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 تدي معنى رياضة. يقول لك مثلا لا راندوني. يا رياضة الهرولة. ودي من الرياضات المؤنسة فاخد بالي منها. اه انزل بعد كده على الفيرب الافعال. يقبل عكسها يرفض. الفعلين دول مهمين اوي. كمان يقترح. يسمح. مهم جدا. يشور بالملل. يبدل او يغير. يكبر. يكتشف. يعتقد او يفكر. يجد. يلاحظ. يرافق او يستحب. يقفز. يفوز. دي المعنى الادق ليه هقولنا قبل كده اه اه يحرز. بعد كده عندنا اللي هو يعود. طيب انزل. نفس نفحة برضو اه الرياضات العنيفة. ودي مهمة جدا جدا. لازم اكون اعارف الرياضات العنيفة كويس اوي. لان ممكن يجي لي في قطعة من القطعة. يقول لي مثلا اه 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 بيمارس اه اه لا بوكس. ويجي تحت يقول لي هو بيمارس اي رياضة. يا ترى هي رياضة كلاسيك كلاسيكية ولا رياضة كستريم عنيفة. فلازم اكون عارف الرياضات العنيفة. او الخطر يعني. فعندنا اه اه اللي هو طهيران الشراعي. مفرد مذاكر طبعا. بعد كده عندنا ركوب الامواج او الشلالات. اللي هو بنركب اه 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 لوح كده وبنتزحلع الامواج. بعد كده عندنا اللي هي سباق درجات في المنحضرات اللي هي الكلمة دي اختصار درجات على المنحضر الجبلي. اللي هي لعبة الكاراتي. اللي هو طيران في الهواء. طيارة ويحدفوك منها. فبالطبع لو البرشوت ماشتغلش هتتفشفش. اللي هي التسلق. تسلق الجبال بقى سواء انت بحبل او بيديك. وبرضو لو قاعدها تموت. المصارعة مفرد مؤنس. اخد بالا يا جديد عام الحاجات. مفرد المؤنس دي. خلاص. اه بعد كده عندنا التلات صفات دول من اهم او الاربعة دول. من اهم الصفات اللي بتلاقيه في القطع. يعني عنيف تنفع مذكر ومؤنس. لحد الاكس دي مفرد مذكر. عايز تقلبها تبقى احزف الاكس واضيف اسو. موتيفان موثير او محافز. موتيفانت موثيرة او محافزة. بخي مستعد. بخت مستعدة. ف مجنون فل. اه مجنونة. عنيف. عنيفة. عنيفة. او كو بي. مشغول. حر فردي. وعكسها كولكتيف لسه اللي عليها من شوية. الافواء في نفس الوقت. اه اتر بور. وعمراه ما تيجي كده. يعني يؤيد لو انا بقيت حاجة اقولك انا اكون معا. وبالتالي اتر عمره ما يجي في المصدر كده. ولو انا ضده هقولك اه اه ممكن بقى انا دي تتقلب تبقى تي. انت تكون معا او انت تكون ضد يعني فاخد بالي ان اتر هنا لما بتيجي مع الصفاتين دول اه بمعنى يؤيد او اه يعارض. اقلب للصفحة. كده هتلاقي القاعدة المهمة هنا اللي هي قاعدة وي وناصي. احنا اتفقنا ان احنا عندنا الاستفاهم حاجة من اتنين. يستفاهم كلي بيسأل عن كل الجملة والاجابة عليه النعم او لا او بلا. وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه. اقول الاستفاهم جزئي وكنا جبنا اداة الاستفاهم كلها اه اه مع بعض يعني. فاركز معي. هنعمل مسلا جملة معك. اولا اقول لك خلينا في الكتاب. رقم رقم واحد بيقول لي اذا كان السؤال مصبت. نستخدم وي او نو للرد. سواء بالقبول بقى او الرد. بص كده السؤال ده مصبت. انت تلعب تنس. يعني مش منفي. وبالتالي لازم اكون محضر في دماغي الاجابات اللي انا هستخدمها. اول ما لاقي في اللي امتحان عندي سؤال مصبت احضر في دماغي. يا اما هستخدم وي. يا اما هستخدم نو. طب ام تستخدم وي وامت استخدم نو سهلة اوي دي. انت تلعب تنس. لو انت بتلعب هتقول نعم. انا العب تنس. ما بتلعبش هتقول نو. مع العلم ان انت هتنفي. هتحط الفعل ده ما بين فرعين نفي. دي سهلة. لو جالك بقى انت هننسى له يا عم ما يجيب لك دي. السؤال المنفي. ولازم تكون عارف. في حالة استخدامك للسؤال المنفي لازم اجابتك بدل وي تبقى سي. ونو زي ما هي. اذا السؤال المنفي الاجابة عليه سي بلا او نو لأ. وقلت لك بنحله بخطوات وركست قوي على الحيط دي. ما تحلش بمزاجك. حل زي ما انا بحل. انا بحل قدامك عشان تتعود على نفس الحل بتاعي وبالتالي تخش في الامتحان تطبق اللي انا بقوله. عندنا سؤال منفي. حضرت في دماغي واحدة من الاتنين دول. خلاص وي مش معايا. طيب نشيل بعد كده على امتين النفي اللي هي نو والبا. شلناهم. اترجم الجملة بعد ما شلت على امتين النفي. انت تلعب تنس. اذا كانت الاجابة توافق السؤال بعد حسف على امتين النفي حط سي. اذا كانت الاجابة لا توافق السؤال بعد حسف على امتين النفي. احط نو. هنا مسلا قال لي انت تلعب تنس. ما شلت على امتين النفي بقى. قال لي هنا جوجوتس. ايوة انا بلعب حطينا سي. طب قال لي هو بيقوله بتلعب تنس. قال له انا بلعب كرة قدمي. ما بلعبش تنس. حطينا نوع. خلاص? الملحوظة اللي هنا بيتكلم عنها بيقول لك كده. اذا كان السؤال منفي ما تنساش تحول الادوات. او اقول لك اركز على دي. دي جات دو ليه? انا بكلم واحد بقول له. دي لو رجعتها لحالة الاسبات تلاقي مضرب دي قدامها اين? ودي تعتبر اداة نكرا عند النفي لازم تحاول الى دو او دو ابوستروف عند النفي. كلام ده انا قلته قبل كده. فبيقول لي بقى لو السؤال بتاع سي ده هو كان منفي لازم هتحول الادوات الى دو. ولو هتجاوب بسي للرد بالاسبات على سؤال منفي برجع لاصلها اللي هي كانت اه خلاص? فما تنخدعش بقى لو جاب لك راكد دي جامعة تقوم حاطط لي دي دي ايه? ماين فعلا ما هو منفي. طيب هنا بيقول لي ما بتلعبش ما بتركبش ما بتعملش يعني ركوب الزارق المطاطية رياضة من الرياضات. هنا حط دو. وتحت لما لما قلب الجملة من الاسبات من النفي الى الاسبات رجعها ديو زي ما كانت. خلاص? فتاخد بالك من النقطة دي قوي. ماشي جوز ايه اللي جاي? عندنا بعد كده بيقول لي اقتراح قبول او رفض الانشطة. رقم واحد بيقول لي هنا اقتراح موسط النشاط. انا رايح لناس بقول لهم يا جدعان عايزين ايه رأيكم نروح مسلا نلعب كزا? اعملها ازاي? قال لي ممكن تعملها بخمس طرق او ستة. قال لي رقم واحد تجيب اسم الرياضة. يعني مسلا لو انا بقترح على واحد حاجة. عايز اقول له مسلا اه احنا جعانين فعايز اقول له تاكل ايس كريم انا ممكن اعملها كده اقول له لاجلاس. سا تو دي. سا تو دي. الايس كريم هل يناسبك او يلائمك? لو ناس كتير قدامي مسلا لو طلب اقول لهم لاجلاس واقول سا فو. لان دي بتاعت الجمع. سا تو دي هل يناسبكم? طيب. اداني مسال احنا هنخرج عم. سو صور هزا المساء. سا تو دي هل يناسبك? هتجي معنا يعني? يبقى انا باعرض على الاقتراح. طيب سا تو دي نفسها ممكن يجي بعديها لمصدر. اخد بالي قوي. ان انا عندي هنا فعلة مصرفة او دي. ودو حرف جري يجي بعدي مصدر. لان انا اقيل لك بقى ان الحروف اللي يأتي دائما بعدها مصدر. اه بقوا خمسة دلوقتي. اه دو دو دو. عندنا 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 بعد كده. افون دو ها? افون دو مع بعضها مفيش افون بس. لازم كل دول يجي وراهم مصدر. فهنا بيقول لي سا فو دي. يناسبكم. ما تنساش بقى ان احنا بنصرف الفعل ده. بناء على السا. والسا دي بتتصرف ايه? قلتلك. وفي الحصة النهارة بتصرف زي ايه لو قال. فما تنخرجش بالفو دي. وتجري تصرف اللي بناء على الفو يعملها لك غلط. نركز في الحاجات الصغيرة اللي انا بقولها. سا فو دي دو. حاطي لي دو يبقى بعضها مصدر. سا فو دي دو سورتير سو سوار. يناسبكم ان نخرج هذا المساء. او ممكن مجيب افوار اون في دو. اه 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 يحتاج الى. وده تعبير من تعبيرات اللي اتأتي معها افوار. انت تريد او تحتاج الى ان تخرج هذا المساء. فدول اشكال ثلاثة. تحت ممكن يقول لك ممكن نقدم اقتراح. لكن بطرق اخرى. طيب رقم واحد الاستفهام المنفي. بيقول لي كده. تي نو في باع. وبارك عفيك ما. مش هتيجي معا الحديقة. لو انت هتروح معا تقول له سي. بلى انا هجي معاك. يبقى عمل كده اقتراح عن طريق سؤال منفي. طيب ممكن جملة امرية تبدأ بفعل مصرف مع الضمير نو. احنا قلنا قبل كده ان الامر بيأتي بس مع ثلاث ضمائر. يا اما تي. يا اما في. يا اما نو. ولو اتى مع نو يكون بصيغة اقتراح. ودي اللي احنا بنقول له. نزهب الى السينما هذا المساء. اه اكوتون مثلا دولاي ميوزيك. نستمع الى موسيقى. نشوف المباراة مثلا. وهكذا. طيب التلاتة سؤال يبدأ بالضمير. لما يقول لي احنا هنلعب كورة. وحط علامة استفهام. خلاص? فيبقى كل الاشكال دي اشكال لاقتراح نشاط او رياضة. خلاص. لو انا بقى انت اقترحت يا عم خلاص النشاط او رياضة. لو انا هاقف بال او ارفض. اكسبتي ام بخوبوزيسيون. اه قبول اقتراح. بكل كلمات القبول بقى يا اما وي. يا اما وي. افك بليزير. بيان سور. باكور موافق. فكرة جيدة. اه 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 لو هترفض ريفيوزي. يبقى بوف او نان. هذا اللي يناسبني او يعنيني. لا املك الوقت. او اي كلمة من كلمات الدلة على الرفض. اخر حاجة في اللي هي صفحة لقصادك. عندنا هنا بيقول لي بقى لما لما اروح لواحد اسأله ايه رأيك في كزا. عايز اسألوا واحد مثلا ايه رأيك في ماتش مبارح اللي انت اتفرجت عليه. فممكن اعملها بخمس طرق. ولما انا اسألك ايه رأيك في الماتش. طبيعا انت هتقول رأيك. فتقول بقى رأيك في رأيك كزا. بقى احنا نتعلم دلوقتي. ازاي اسأل واحد رأيه عن ماتش مثلا وهو يقول لي رأيه في الماتش حلو ووحش. الريال مثلا محظوظ دائما وابدا كلنا عارفين الكلام ده كله. فبيقول لي هنا الاستفرار الاستفرار عن الرأي. بيقول لي هنا ماذا انت تعتقد فيه? اخد بالي من الدودة اهي. مسلا ممكن اقول كده ماذا اه ما رأيك فيه كاسكتي بانس ده اه سو ماتش. على ما تستفاه خلاص. طيب السؤال التاني ما هو رأيك? سور لو ماتش وهكزا. طيب ما تنساش بقى اللي بيجي بعد كل حي يعني السور دي دايما يجيب بعديها. فاقول مسلا هنا. طيب بعد كده بيقول لي. اخد بالي من الحاجات الصغيرة. مفرد مذكر. كل مفرد مذكر. مفرد مؤنس. كل مفرد مؤنس. او اقول في الاول واقول لك ماذا انت تعتقد فيه? او رقم خمسة. انت مع او ضد. اه 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 كزا مسلا فوز الريال او خسارة الريال واكزا. بعد كده بيقول لي. انا بقى هقول لك رأيي ايه في الماتش? امون افي مسلا في رأيي. اه الماتش ايه. الماتش بيكون رائع. خلاص. بالنسبة لي بالنسبة لي ده شيء يعني واو. اللهم الناس اللي بيشجعوا الريال طبعا هيقول كلهم كده. انا اعتقد انا. ولو استخدمت لازم يأتي بعدها جملة كاملة فاعل ثم فاعل ثم مفعول. طيب اه انا مؤيد. انا معارض. خلاص? دي كانت الحاجات اللغوية المهمة او اللي عندك في الدرس التاني. اعتقد في مواقف? اه. في مواقف هنا كام موقف. هترجمهم لك. انتم تعطونا رأيكم على الاسكلاد اللي هتسلق الكبال. ماذا انتم تقولون? انا اجد الاسكلاد خطيرة جدا. امون افي في رأيي. بتكون عنيفة جدا. اخد بالي بقى من الحيطة دي. ان كلمة مثلا اسكلاد دي مذكرة للمؤنس ما انا مش عارف ما يبدأ بمتحرك ما تعرف بقى من الصفة. الصفة مؤنسة يبقى كلمة اسكلاد هي كمان مؤنس. بالنسبة لي هنا بيعمل لي مقارنة. يبقى الصفة موضوع المقارنة دائما ما تتبع الاسم الاول من حيث النوع والعدد. اتنين. انت بتقبل اقتراع كاسفوديت. ايما تقول وي. او دكار سا مودي هزا يناسبوني او جسوي بور سا. ماذا انتون تقولون جسوي كونتر سا. انا مع زيل فكرة. انا ضد زيل فكرة اسف او بوف سانو مودي ريان هزا الي يناسبوني او هزا لا يعنيني. نان جنو با. انا لا اريد. اربعة. انا دي انتون تقترحونا فكرة. او ترامي على صدق كومبور بسي لجورني عشان يقضي اليوم. كسك فوديت هتقول له ايه. انا بلاج ما تجي نروح للشط. ساتو دي هاي يناسبك هدو عليه على مير. نروح الى البحر ساتو دي هاي يناسبك هزا. اه 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 اي رياضة خطيرة اه اه هو يفضلها هو يقول اللي هي ركوب الدرجات الجبلية جوب خاتيك لو رافتنج ركوب الزوارق المتاطية او جوب ريفير اللي هي تسلق الجبال. كده بنكون خلصنا الدرس التاني والتالت من الوحدة الاولى وانت هنا خالص من الوحدة الاولى سواء جرامير سواء آآ قاعدة غوية او كلمات او اي حاجة. خلاص? يلا. مع السلامة وشوفكم في في الفيديو بتاع الامتحان.